تحية طيبة أقدمها لكم مشاهدين الكرام أينما كنتم أهلا وسهلا بكم إلى عدد جديد من برنامج العقاركم الذي تتابعونه عبر قناة الوطنية الجزائرية طبعا كما عودناكم من خلال هذا البرنامج نهتم بكل المواضيع التي تتعلق بالعقار وفي عدد اليوم اخترنا موضوع الحصول على السكن الريفي المبررات والكيفيات والإجراءات ولمناقشة هذا الموضوع مشاهدين الكرام أسعد باستضافة الأستاذ بل عشاش حميد رئيس أو نائب رئيس بلدية رويبة سابقا أهلا وسهلا بك أسلحان شكرا برك الله فيك شكرا على الاستضافة العفو شكرا لك أنت على تلبية الدعوة كما أسعد مشاهدين الكرام أيضا باستضافة الأستاذ خالد عبد الرزاق نائب رئيس بلدية بل عكلون أهلا وسهلا بك بعض شكرا جزيلا على الاستضافة تحية طيبة مسائية لك ولكل زمالك الأكارم والمشاهدين أيضا نعم شكرا لك مرة ثانية على تلبية الدعوة وحضورك معنا في البرنامج إذن مشاهدين الكرام كما عودناكم من خلال هذا البرنامج لكل اهتماماتكم واستفساراتكم ما عليكم سوى الاتصال بنا عبر الرقم الظاهر أسفل الشاشة وهو 055-73-67-51 ونحن في خدمتكم والآن أدعوكم وأدعو ضيوفي في البرنامج لمتابعة ركن أخبار السكن مع برصة العقار بعدها نعود ترجمة نانسي قنقر وفي خبر آخر أعلن الصندوق الوطني لمعادلة الخدمة الاجتماعية عن إطلاق برنامج جديد يتضمن تقديم 60 ألف إعانة للبناء السكن الرفي لفائدة العمال الأجراء والمتقاعدين لعام 2024 وقد تم تخصيص الصندوق لهذه المبادرة غلافا ماليا قدره 30 مليار دينار جزائري كما تم وضع نظام معلوماتي لتسيير العملية وتمكين المواطنين من إضاء ملفاتهم ومن ولاية خنشلا كشف مدير السكن وليد بن صغير عن تسجيل 32786 وحدة سكنية بكافة السيغ جارية إنجازها بعدة بلديات حيث أن إنجازات القطاع بالولاية ساهمت بشكل فعال في تلبية معتبر من طليبي السكن بالإضافة إلى تنوح الحظيرة السكنية على المستوى الحضري أو الريفي بتعدد يشمل 144 974 واحدة سكنية ومن أخبار السكن وبرصة العقارة مشاهدنا الكرام الآن نتابع سويا هذا التقرير حول الحصول على السكن الريفي المبررات والكيفيات والإجراءات يعتبر السكن الريفي من أهم البرامج السكنية المعتمدة في الجزائر خلال العقود الماضية طفرة تعميرية وتنموية هائلة في الأرياف والمناطق المعزولة عبر كل ربوع الوطن مما يساهم في الحد من ظاهرة النزوح من القرى إلى المدن تقديم إعانات مالية للمستفيدين من هذه الصيغة السكنية عبر مختلف القرى الريفية عبر دفعتين ويدخل السكن الريفي ضمن أولوية الدولة الجزائرية ويندرج في صلب اهتمامتها وسياستها التنموية بالمناطق الريفية والنواحي المعزولة عبر أقاليم البلاد الشاسعة تكريسا للعدالة الاجتماعية وإزالة الفوارق المعيشية بين المواطنين القاطنين بالمدن والأرياف لتكون نسبة الدعم الريفي كبيرة إذن مشاهدين الكرام تبعتم معنا هذا التقرير حول الحصول على السكن الريفي المبررات والكيفيات والإجراءات أيضا وفي البداية أبدأ معك الأستاذ بالعشاشي حميد نائب رئيس بلدية ترويبة سابقا كما تبعت معنا في التقرير اليوم الدولة الجزائريات لإهتمام كبير للسكن الريفي لو نتحدث من هذا المنطلق ما هي أهمية السكن الريفي ولماذا رئيس الجمهورية حريص على دعم هذه الصيغة في السنوات الأخيرة تفضل تفضل لك شكرا هلا ودولة الجزائرية مدت يعني أهمية بالغة للسكن الريفي نعم لماذا؟ لأنه في العشرية السوداء كان لسكنين في الريف بالمشاكل اللي كانوا كينين يعني كان فيه هجرة للمدن الكبرى وخلوا يعني يسمحوا في ديارهم سمحوا كل في المسكنة التوحم وهذا الشي كان فرغ الريف تعنا والريف لازم يكون مع مر نونك اليوم الدولة لازم دير كل شي باش يعني تثبت هذ الناس في الأماكن التوحم نعم اليوم الدولة دارت كل شي لازم باش الناس تبقى ثماء ولا اللي هاجروا باش يعودوا ليو الأماكن التوحم يعني يبنيوا سكن الريفي نعم شكرا عفوا إذا شكرا لك أستاذ أعودينيك الأستاذ خالد عبد الرزاق نائب رئيس بلدية بن عكنون ربما إضافة على ما قاله الأستاذ بالعشاشي بسم الله الرحمن الرحيم بطبيعة الحال موضوع شائك يجب الإشادة إليه قبل التطرق حبيت برك يعني نقدم إضافة الزميلي بخصوص التثبيت قبل ما نتكلمه على التثبيت يعني هي يجب نظر في يعني الإعانة هذه من جميع جوانبها قبل ما نقول أنني نثبت الساكن في الريف لازم نوفر له مجموعة يعني من الإمكانيات وهوش محتاج فقط ساكن يقطن فيه فقط يعني الدولة المنظور تاحها في الإعانة الريفية وهي بعد تنمية اقتصادية نعم سواء كان من خلال يعني خلق فرص عمل للناس المناطق اللي هجروا كما قال صديقي وزميلي زميلي في الحقبة السوداء اللي مرت بها الجزائر وأيضا إعاد يعني باش يرجعوا يعني لمناطق هم وأيضا مناطق الظل وتوفير لهم السكن اللائق بجوانبه يعني جوانبه ينقلوه بجامع جوانبه باش يقدر الإنسان الثبته في المنطقة لازم يكون عنده عمل لازم يكون كان شباكات الطرق لازم تكون الربط بقنوات الصرف الصحي لازم يكون الغاز الكهرباء وما يخفلكش الدولة قطعة شوط كبير ومجهودات كبيرة يعني نعطي بعض الأمثلة كين بعض الدواوير والله الميشت اللي رأنا مربوطي بالفيبروتيك في منطقة الجبل وهذا يعني لازم نوه بالمجهودات كما تكلموا عنها قايس لازم نعطيه أيضا إشادة المجهودات كبيرة اللي تقوم بها الدولة في يعني الجانب هذا أيضا الدولة تولي اهتمام كبير في الأوينة الأخيرة واللي السيد رئيس الجمهورية ذكر هذه النقطة وأيضا رايكين مقترح باش يعني المالية إن شاء الله يحاولوا تكون على الأقل تافي بالغرض وتبني يعني مسكن لائق نعم ما يخفلكش التطورة الفلاحية اللي راي تقوم بها الجزائر من خلال الصحراء الشاسعة وأيضا إعادة اهتمام يعني بالفلاحة في الخمس سنوات الأخيرة نعم واللي يعني البوادر تاحها رانا نشوفه فيها كامل الصحراء واش راه يتمتج واش راه يتصدر ولهذا يعني ملف سكن الريفي مهم جدا جدا نحنا ما نتولهوش ليه وعلاش ما نقدروش نشوفه ليه لأننا نشوفه فقط في السكانات الاجتماعية والعدل والا يعني ونهمله جانب هذا كبير وهو قطعت فيه دولة شوط كبير خاصة في سنوات الألفية اللي جات من الفين وربعة لحد الآن اللي قامت الدولة يعني بضخ أموال طائلة بش الناس هادهم تخليهم يكونوا عندهم سكانات لائقة هذا هو يعني يعني الدولة على شتولي اهتمام كبير لأننا عندنا مناطق شاسعة ونقدروا نربحوا فرص عمل ونقدروا يعني أيضا يقدروا يعني المنطقة هذه توفر يعني منتوج الولايات أخرى لما لا يعني ذر يعني ما من روحوا للتصدير هذه السفة عامة نعم هذا شيء مهم جدا وخاصة هذه النقاط التي ذكرتها الأستاذ خالد عبد الرزاق إذن ربما نتحدث عن المعايير التي تجعل البلدية تستفيد من دعم السكن أكثر من بلدية أخرى ما هي هذه المعايير؟ المعايير البلدية اللي تكون فلاحية وعندها مناطق فلاحية بدرجة كبيرة هي اللي راح تكون عندها حصة أكبر من بلدية أخرى احنا بلدية بن عكنون لا تتوفر على مساحات يعني فلاحية مثلا نطيل كل في الجزائر العاصمة بلك نقدروا نلقا الشراقاء نقدروا حتى كل الأسف الشديد مساحاتنا يعني الخضراء يعني ولات عبارة على عمارات ولات عبارة عن عمارات من الإسمنت واللي في النقطة هذه نعرج نقطة إذا سمحت لي الأخت يعني فضاء يخلينا نتكلم على بعض النقائص لعله عسى من خلال السلطة الرابعة نبثوا بعض الرسائل اللي يكونوا بلك المسؤولين مراهم جسمعين بهم كان يعني بعض يعني المناطق الغيفية الله نقول كما الدوار أنا عندنا الدوار عندنا في منطقة في تجنانت نتأسف إنها أصبحت عبارة عن باركات ويعني من دائل ولولاية ميلة أيضا أنهم ينظروا في هذه المناطق الفلاحية اللي أصبحت عبارة عن جدران وكما نقولوا إحنا يا أصبحت عبارة عن باركات تحت طب وحديد وإسمنت يعني يقشعر لها البدن كيتكون إن شاء الله وهذه منطقة نتكلم عليها يعني اللي راني نعرفها جيدا غياب الرقابة يعني كيتقولي لي بلدية عن أخرى أنا حبيت النوة دور البلدية والله دور الجماعات المحلية في حماية هذا الموروث يعني الفلاحي باش ما خليواه شي ضيع من احنا بكين تكلموا على المواطن أنه لو الحق الدولة وفرض جميع الإمكانيات والدستور يرخص ويرسخ سمحيلي حقك من جميع الجوانب ولكن نحنا لازم نحميه أيضا بلادنا ومن ديروش تصرفات اللي ضرنا بالدرجة الأولى قبل الضرر الضرر الأجيال السابقة نعم إن شاء الله البلديات اللي تسمحيلي سؤالك باش خرجت على الموضوع البلديات اللي توفر على مساحات فلاحية كبيرة أيضا البلديات اللي تكون فيها نسبة الكثافة اللي يكونوا ساكنين قاطينيها يكونوا ساكنين لمدة خمس سنوات فما فوق رحين يستفادوا يكونوا ملفاتهم كاملة يعني خلينا من هذا اللي عنده ساكن في المدينة وعنده أرض كما كثير من الناس عندهم أراضي ولكن ما راهمش مستغلينها وما راهمش قاطيني فيها يعني كيفاش تمنح من بلدية إلى أخرى أولا المساحة تكون كبيرة الفلاحية تاعة البلدية وثانيا يكون نسبة الكثافة السكانية في هذه المنطقة تكون كبيرة يعني هادم عنصرين نعطي قصد إلى نقطة أخرى نمر إليها نتحدث الآن عن الملف الذي يتعلق من أجل الحصول على السكن الريفي الملف يعني بالنسبة اللي راح المترشح لطالب سكن الريفي نقطة كان أربع نقاط ولا خمسة يعني اللي لازم تتوفر فيه نعم حتى نتضحها للموابنة كنت ذكرت نقطة من خلال سؤالك سابق وهي لازم يكون إقامة شرط الإقامة إجباري لازم تتوفر فيه شرط الإقامة على الأقل يكون خمس سنوات نعم مقيم في تلك المنطقة والله يستغل لها يعني عنده استغلال لها يعني مداوم على تلك المنطقة خلال خمس سنوات ورح يستخرجها من مصالح البلدية وإقامة نقطة أخرى ما يكونش يعني الأجر للعائلة نكي نقول العائلة سواء كان الزوج مع الزوجات تجمعيهم ما يتفاوش ست مرات الأجر القاعد يسميق اللي هو 20 ألف دينار يعني ما تجاوش 120 ألف دينار جزائري اللي هي 12 مليون شرط أساسي أيضا من بين ثاني الشروط لطالب السكن الريفي لازم يكون يعني عنده رخصة استغلال ولا عقد إذا كانت مصالح مسح الأراضي جازت دفتر عقاري لازم يكون مالك لتلك القطعة الأرضية من بين أيضا الشروط ليكون طالب السكن تتوفر فيه في اعتقادي هذه النقاط الأساسية نقطة أخرى ربما بستاذ إذا كان لديك النقطة تقريبا شروط تقريبا نفس الشروط منتع السكن الاجتماعي لأنه كنوليه الحقيقة هو سكن تقريبا نفس الشروط يعني معذرة فقط ما يكون تستفاد من الدولة من قبل تقريبا نفس الشروط والله كان عنده سكن والله عنده قطعة أخرى يعني حتى المداخل نفس المداخل نتعى نتعى تقريبا نفس ولكن فقط هي تبقى إعانة تبقى إعانة ماهيش قرض لأنه باش نوهو بين قوسين فقط كان كثير من الأسئلة تكون هي عبارة عن إعانة تقدمها الدولة وماهيش قرض ماهوش قرض القرض هو سبعين مليون ماهيش ماهيش ماهوش قرض يعني باش تكمل به السكن تاك هذي إعانة وليس يا إعانة ماهوش قرض يعني إلاحب قرض يتجه للبنك يستطيع أنه يدير قرض يروح للبنك ضيير فحته في البنك عندهم يسمى مخططة من المعادة الفائدة واحد سلميات وانك ماهوش قرض إعانة أنا بركي لا اسمحتي لي بركي نولي الفرق بين بلدية وبلدية احنا رأنا في العاصمة في بلدية ريبا هي كنوا شوفوا يعني الرويبا شوفواها بلك منطقة في لحية مالغريكو كاين منطقة صناعية يصح فيها أراضي شاسعة نتاع في لحين ولكن إلى يومنا هذا مرامة القناء طالب نتاع ساكن ريفي ساكن ريفي لو نتحدث أساتذة عن باقي البلديات الأخرى غير العاصمة يعني إذا كانت لديكم فكرة عن طلبات السكن عن السكن ريفي غير طالبات وين راهي الطالبات راهي وين الأكثرية الناس عندهم أرض فلاحية ما هيش أراضي شاسعة سكان الريف في المكان تحهم باش أولاً يخدم الأرض تعوه ثانياً يعيش في الريف ربما يعيش أيضاً أستاذ في هذا الجو اللي متعود عليه الانسان اللي زاد وتربى في هذك الجو ما يقدرش في رأينا يا وجاب لي ربي كام الجزيرين ما يقدرش يروح للجو آخر لكن ماذا به يبقى ثم اليوم الدولة فكرت باش يعني تعطيه إعانات باش نثبته يعني نقول بالليك الهدف الأساسي والأسماع نتاع الدولة هي باش تثبت الناس في المنطقة تاعهم نعم وهذا شيء يعني يحفز السكان اللي مثلاً في خاصة لما نتحدث عن مناطق ظل اليوم نقدر نقوله لم تعد هناك مناطق ظل خاصة بما أن الدولة تولي الأهمية كبيرة وأهمية قصوى لهذه المناطق فهذا السكن الريفي اليوم أصبح يوفر الكثير من الإمكانيات والقدرات حتى للمواطن الذي يعيش هناك نقدر نقوله حتى ما يروحش إلى المدن الكبرى يعني عدم نزوح هو الزميل كان طرق كان طرق للأسباب إلى هذه النقطة الأسباب اللي خلت الناس يعني تروح للسكن الريفي يا اليوم دولة صح دارت جهودات جبارة كان طرقات اليوم كان غازل مدينة كان تري سيتي كان النقل المدراسي ثاني كان نقل ثاني يعني باش السكن الإنسان اللي سكن في الريف باش يتنقل في الماضي كان ما كانش نقل كان يمشي يا بليمو أين توا تلك المناطق أسبحت عندها كثافة سكانية حتى مستوصفات يعني كان ذوك الآن حاليا كان بعض الدشر اللي فيهم مستوصف فيها ابتدائية يعني فيه مركز بريد يعني يعني كل المستلزمات نتاع الحياة موجودة ثم ما يعني تخلي الجسان باش يتقف شر جاية في 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 الجبل يعني باش نعطي لهم يعني بعض المناطق اللي فيها كامل إمكانيات هذه يعني أصحاب اللي يرام يبثوا يعني أقوى المسمومة ويحبوا يعني يشكوا الجزائريين في بلادهم كاين كاين أمور كثير إيجابية ونعني احنا نعرف النقائس كامل عايزين اللي يبقوا النقائس حتى في المدن الكبيرة في المدن الكبيرة المتطورة المتقدمة وعندها يعني كثير من المشاكل اللي راي تخوضهم في هذا المجال نعم وحتى هذا النقائس أساتذة اليوم نراها يعني ربما بعد شهور أو بعد لا نقول سنوات هذه النقائس لم تعد موجودة هذا ما نتمناه إن شاء الله بطبيعة الحال في كثير من المجالات كنا نذكروا في الحقبة السابقة ما عندناش بعض السنوات الوراء إلا نعود ونرجعوا السكنات عدل كانت حلم كثير من الجزائر حتى أصبحوا يشكوا ما هيش راي حتكون قطعوا قريب 15 سنة باش تحصل كاين سكنات يعني ألبيا اللي راي يتمدد فيه ظرف 18 الشهر ويعني والواقع الخمسة جويلية الاستقلال والشباب اللي فات توزعت كثير من ربع مليون يعني سكن بكامل السياق وهذا يعني يمدنا حافز أننا نتفائلوا بالخير نعرف وندري كثير من المشاكل نعم ولكن يعني من بين البلدان ما نقولش يعني ماشي البلد الوحيد ولكن من بين البلدان الرائدة في مجال السكن هي الجزائر ويعني ماشي بشهادتي أنا والله شهادتك أنت يعني كان منظمات عالمية اللي يتكلم عن الجزائر وخبرتها في هذا المجال نعم وهذا ما نشاهده اليوم كما ذكرت أستاذ أنا ربما نقول الجزائر اليوم من يعني أهم البلدان التي تهتم بقطاع السكن نعم في السكن في السكن بالجانب الاجتماعي المواطن سيقطع نشوط كبير يعني ما يقدرش يعني اثنين يتفارغوا حتى المواطنين يعني يدير كان اللي ما زال يقولوا له يعني مستحيل أن الناس كامل تستفاد ومستحيل أن هالناس كامل يعني تدي في وقت واحد الله يبارك الجزائر هي قارة نعم ورأنا ربعين مليون إلا سمحت المثال بارك نعم يعني في التسجيلات الأولى نتاع سكنات عدل نعم في المرة الأولى الشعب الجزائري ما كانش يمآمن في أنا نعرف بزاف ناس اللي ما حبوش يعني يسجلوا يقول لك ما كانش منها وراهم راك تعرف ديما غواجيها وكل شيء نعم مليون اليوم رأنا في سبع أيام أو ثمني أيام سجلوا أكثر من مليون جزائري يسجلوا فلوسهم مع أن هاليوم الجزائري أو المواطن الجزائري أو اللي يآمن بالليك فيه فيه يعني ثيقة ثيقة ويآمن بالليك كاين ساكن يعني يطمع يدي ساكن نعم واليوم الحمد لله الحمد لله كما ذكرنا الدولة الجزائرية ساهرة كل الساهرة من أجل توفير سكن لائق للمواطن وهذا الشيء اللي خلي يبعث الأمل في المواطنين ويبحث الأمل فينا نحن أيضا اليوم من خلال هذا البرنامج طيب أستاذ لو نتحدث على نقطة أخرى كيف ترى الإقبال عند المواطنين على هذه الصيغة وهي صيغة السكن الاجتماعي وما الذي حفز أيضا الإقبال على هذه الصيغة هل لأن المناطق الرفية كما ذكر الأستاذ منذ قليل الآن خرجت من العزلة بفضل التهيئة العمرانية؟ هذا سبب من الأسباب خروج لهذه المناطق من العزلة حفز المواطنين باش يروحوا للسكن الريفي شيء آخر الإعانة الإعانة اللي يدوها يعني ما يعاودش يسددها يعني هالمواطن رح يستفد من إعانة تعدولها دون ما يعاود يرجعها هذا حافز من الحوافز اللي خلوا الناس تتاجه للسكن الريفي الشيء الثالث الشيء الثالث اللي تكلمنا عليه قلنا باللي كان كل مرافق اليوم ما كان احتسب باش تخلي المواطن يخلي الفلاسة اللي رأوا عايش فيها اللي زاد فيها وتربى فيها وكبر فيها وعاش فيها ويروح للمنطقة واحدة أخرى اللي ماهوش ماهوش طيب أستد لو نتحدث عن الإقبال كيف ترون الإقبال عند المواطنين؟ تقريباً تقريباً كل كل أنا كعين ما ولاية وين نعرف تقريباً كل الناس اللي يسمح لهم القانون وعندهم يعني باش يروح للسكن ريفي رح للسكن ريفي فيه بلديات فيه بلديات يعني فاتوا كيف يقولوا واش كانوا يستنوهم؟ نعم فاتوا فاتوا العدد الإقبال كبير ما يقدرش يفرولهم كامل الطالبات بارك لوفيك صحيح هي نقطة أساسية أستاذي لا سمحت لي ومهمة جداً اللي تخلي رجعة الإقبال وفلا هي عنصر الأمن اللي لازم نحطوه من بين يعني النقاط الأولى اللي خلات المناطق الظل هذه اللي كانت في وقت مضى يعني عبارة عن أكوار الإرهابيين وكان يعني المواطنين عاشوا حقبة سوداء كبيرة يعني نعمة الأمن والاستقرار هذه لازم نعوده في جميع يعني البلاتوهات نذكروا بها المواطنين نذكروا بها أنفسنا بالنعمة هذه لازم نحافظوا عليها أيضاً من بين يعني الإقبال شكون في رأيك يا أخت زهرام يحبش يروح يعيش في الريف خاصة إذا كنا نحترم الكايت شارج العقد اللي يمضيه وهذاك المنظر الجمالي نشوفوه أيضاً نتمنى إن شاء الله نوصلوا لهذيك السلوك الحضاري أيضاً من خلال مراقبة من خلال سلوك طالبي السكن ومن خلال مراقبة من طرف الدولة أيضاً يعني كي نشوفوا يعني أحياء ريفية في الخارج علش نمدوا به هالمثل في وقت مضى لازم نشوفوه يعني الدشار بتاعنا كيفاش كانوا بالقرمود كيفاش كانت هذيك الجمالية كيتروح يعني الساكينة ما عندهاش قيمة خاصة باش نحب موضوع يخص كم الجزائر حتى في المدينة حتى كنا أعطيلك يعني حتى كنا أعطيلك يعني كثير كثير يعني من الكهول يقول الله أي إنسان يتقدم في السن يقول لي خمم أنه يخرج من ضغط المدينة حتى الآن الشباب الشباب يعني ما نقولش فقط اللي يتقدموا في العمر الله اللي يخرجوا التقاعد حتى الشباب لأنهم عندهم واحد العنصر تعامل كبير يعني الناس راي تتوجه للفلاحة فقط يعني كيتكون الإمكانيات يكون الماء يكون الكهرباء الفلاحي والغاز والغاز ما تخليكش أنك تعمل عمل آخر أفضل من العمل هذه الأرض التي تعنا عندنا أرض خسبة عندنا مناطق يعني ساحلية عندنا مناطق جبلية عندنا مناطق صحراوية كل الظروف موفرة أننا نديروا كل منتوجات يعني هذه يعني فرصة لنقول الشباب ما تضغطوش فقط في المدينة كان فرص عمل كثيرة في الصحراء الشاسعة وتقدر توفر بها يعني مستقبل زاهر وما ما تعيش بحياة أفضل اليوم مستقبل جزائر راوف هذه المناطق نعم أستاذ اليوم نحن الحمد لله نرى لما نزور المناطق الريفية كما ذكرت وقلت أستاذ أن تعطي راحة نفسية في هذه المناطق فاليوم لما الدولة الجزائرية يعني أخذت بعين الاعتبار وأولد كل الاهتمام للسكن الريفي فهذا الشيء يحفز نحن نقوله من خلال هذا البرنامج لكل المواطنين أنه لازم تصبروا ما لازمش تخلقوا يعني كما ذكرنا سبق وذكرنا في ما يتعلق بتسجيلات عدل الحمد لله اليوم كامل راهم يسجلوا أيضا بالنسبة للسكن الريفي الدولة لكل الاهتمام لهذا السكن والآن مشاهدنا الكرام فاصل قصير ثم نعود لمواصلة نقاش عددنا لنهار اليوم أهلا بكم مشاهدنا الكرام من جديد لمواصلة نقاش هذا الموضوع الذي خاصصناه حول الحصول على السكن الريفي المبررات والكيفيات والإجراءات رفقة ضيفية في البرنامج أرحب بكم من جديد أهلا وسهلا بكم الساتذة العفو إذن أعود لك الأستاذ خالد عبد الرزاق قنائب رئيس بلدية بن عكنون تحدثنا منذ قليل مع أيضا الأستاذ بالعشاشي عن عدة نقاط تتعلق بالسكن الريفي لو نتحدث الآن عن كيف يتم التعامل مع الحالات المتنازعة عليها مثل عدم اتضاح الهوية أو هوية الأرض حتى يكون السؤال واضح وملكيتها وعدم أيضا وجود الحدود الواضحة مع الملكيات الأخرى جيد سؤال في محلوه هذا هو الموضوع الشائك كامل في طلب السكن الريفي القانون كان واضح في هذا الأساس من بين نقاط الاستفادة أنه يكون طالب السكن الريفي أن القطعة الأرضية يكون مالكها نعم إذا كان مالكها والله عنده رخصة الاستغلال إذا كان فيها نزاع في تلك الأرض يعني في الطلب في مصالح البلدية بطبيعة الحال رح يكون مصالح تقنية ومصلحة العمران رح ندعو الملف لديهم إذا شافوا بالقطعة الأرضية وكان طالبي سكن الريفي كانوا اثنين خاصة هذه توقع بين الأعمام أولاد الأعمام كيتوفى يعني الأباء يكون طالب السكن من عند يعني عنصر X وعنصر Y ويكونوا أبناء العم في قطعة أرضية واحدة ولهنا القطعة الأرضية تكون محل يعني نزاع ولهنا القانون يعني يحدد باللي يعني السكن الريفي ما نقدروش يعني في قطعة أرضية واحدة نقدرو نمدوا سكنين إعانتين ريفيين في نفس يعني القطعة الأرضية ولهنا يعني هذا القانون واضح فيه يعني كين تبعوا الإجراءات القانونية يرفض يعني طلب السكن الريفي من صاحبه نعم إذا كان الأستاذ عنده إضافة طبعا ستفضل هو القانون واضح القانون كان أكد على أنه اللي يستفاد من إعانة ريفية لازم يكون مالك للأرض يعني الإنسان اللي يثبت باللي هو هو مالك للأرض راح يستفاد من الإعانة إلا ما قدرش يثبت نعم وما عندوش يعني الملكية نتع القطعة ما راحش ما راحش يستفاد من الإعانة نعم وفي هذه النقطة طيب ما هي الإجراءات التي تقوم بها البلدية من أجل متابعة البناء الريفي وكيف تتعامل مع حالات الغش أيضا أكيد ربما هناك حالات غش فيما يتعلم في طبيعة الحال نعم يعني حبيت فقط النوه بأنه ليس فقط مصالح البلدية اللي متمثلة في المصالح التقنية اللي تكون يعني بمتابعة كين شقين يعني متابعة الملف وإعداد القوائم باش يستفادوا فيما بعد راح تروح عند مدرية السكن اللي راح تروح للتنقية والتنقيح اللي باش يشوفوا سينار أسكوا طالبي هذي السكنات ما استفادوش من قبل من إعانة ولا ما عندهمش قطع أرضية فيما بعد إذا استفاد طالب السكن من الإعانة هي موزعة إلى شطرين ويجي سنية كيتشارج تاعوا وفق البنود اللي راح يحددوها له البلدية من خلال يعني أعوانها التقنيين أيضا يعني المقاطعة الفلاحية اللي توجد في تلك عندها ثاني تدور خاص بيها تشوف كيفاش العمران اللي كي يطلب رخصة البناء عندهما كيتشارج يحترموه وأيضا يعني مسارح الجمارك اللي عندها أيضا يعني تدور بتاعها باش ميفوتش الحدود مع مصالح البلدية يعني كين يعني مصلحة مشتركة بين ثلث قطاعات هذي اللي تكون مصالح البلدية راح يتتابع يعني رخصة البناء اللي تمددوه وشهد التعمير اللي تعطيها الطالب العمل كيفاش يبني ما يتحايلش في الدفعة الأولى اللي تعطيها له ستين بالمئة ما يغشش يعني للأسف شديد يعني هي أن نوجه نداء لمستفيد من الإعانة المالية يعني ما هوش معقول أنك سكرح تسكن فيه وتكون عندك حالات غش يعني تنقص في مواد البناء مثلا باش تدي جزء من هذك المبلغ تخصه لشيء آخر هي أصلا المبلغ سبعين والمئة في عشر ولايات الجنوبية غير كافية أي أصلا باش تدير فيما بعد يبقى سكن نسف مكتمل للإعانة المالية لخصتها الدولة والهدف منها هو أننا ندروا التنمية في تلك المناطق وإعبارها وتصبح مثلا منطقة اقتصادية فلاحية بامتياز ولا الساكن يسكنها والإعانات دير لهذا الخصوص أنا قلت يعني ملف الساكن الريفي يكون يعني قبل ما يخموا في المقترح اللي تكلم عليه السيد رئيس الجمهورية وهو رفع تلك المنحة إلى مئة مليون ولعل في المناطق الجنوب بتصبح أيضا مئة وثلاثين مليون يعني حتى تلك القيمة ما هيش كافية احنا كنت أنا يعني في نظري يعني يعني نمد المقترح وش راني يشوف يعني الساكن الريفي كنا ندرسوه من جميع جوانبه باش يقول لي يؤدي المهمة اللي رايح حابة نصله لها الدولة وهي أنه انتبته الساكن كما قال زميلي طالب يكون قاعد في تلك المنطقة ومنطقة فلاحية توفير جميع الشروط الساكن إذا كان عندنا يعني معمريين نجيبوهم خصائيين في تلك المناطق يقيمونا البناء هذا وش حال يسقام ويعطيونا تكلوا فتاة ويعطيونا الإعانة كاملة لمستفيدها وتكون الرقابة مشددة يعني الدولة تكون بالعمل تاحها وطالب الساكن اللي يكون في المواطن وانني مواطن جزائري وعندي الدوار وعندي كما نقولوا احنا يا العائلة ساكنة يكون يعني أيضا عنده يعني هذيك الروح الضمير المهني عنده أعطاه لك إعانة قد تديرها في إطارها حتى يكون يعني مام إذا ما احنا كنتكلموا على رفحة أو الله هي تعتبر إعانة نقدر نقول لك أنا يا أخي أنا عندي إعانة نعطيها لك ما تكفيك شكين طرق أخرى روح للقارض استلف من البنك بمعدل فإدارة نقوم به ولكن احنا إذا كنا حابين ندعمه ورئيس الجمهورية يعني نيتعه الصادقة في هذه ووراه راح يدار مقترح اللي راح يجوز على غرفة البرلمان السفلة ويصادقوا عليه في أقرب الوقت يعني قد قدم يعني تصريح وزير السكن بهذه الخصوص راح يكون يعني رفع في اعتقادي مليون دينار اللي هي مية مليون سنتيم اللي راح يرفع تاعة ثلاثين مليون مخصصة مخصصة حتى يكون ما هيش كافية لأن ما هيش كافية ما يخفى لكش تظهر باللي المساحات حنا ما تقول ليش راح ابني في الدوار تسعين مترا ولا مية مترا معظم السكنة التريفية تكون شاسعة تكون فيها السحين تكون عبارة على ميتين حتى ميتين وخمسين متر باش تبني ميتين وخمسين وتدري لها يعني الضالة والأعمدة يعني تفوق يعني تفوق الميتين مليون ولكن احنا نقوله خير من ما كانش المثل الشعبي بالدرجة أكيد يكون الدعم من طرف الدولة وأيضا يكون التعاون مع صاحب ربما السكن هي في حقيقة اسمها إعانة نعم ما هيش يعني نعم ربما في معناها برك على شيء نزيد شيء وشي قلت نتا يا هي الإعانة على سبين مليون ما تتمتش دفعة واحدة نعم في دفعتين في دفعتين يعني حتى يكمل الأشغال انتع الدفعة الأولى باش نقدرون نفوتوا للدفعة ثانية دفعة ثانية نعم وعليش داروا هذا السيستام باش تكون الرقابة جستما على على البناء حتى لا تقع هناك أشكال الغش كما ذكرنا منذ قليل وكما ذكرت أنت فقط أستاذ قلت أنه ربما رفع الإعانة إلى 100 مليون يعني كان أنت في ربما في نظرك مبلغ آخر وإعانة أخرى ربما غير كافية لي باش نكونوا واقعين ويعني صادقين يعني مع أنفسنا ولا لأن فقط عندي شقة شقة باش تدري لها يعني بعض التغييرات ولا تستحثي بعض الطيلاء وتغيير النواة تفوق 100 مليون دينار فيما ذلك أنك راح تشيد سكن من القاعدة لسكن وتعديهم نعم ونحن نتحدث عليها أستاذ هذه إعانة فأنت لما قلت أنه ربما هذه الإعانة ليست كافية يعني في أنت أماه كم مبلغ الإعانة الذي تختلف كانت أخصائيين على حسب كل منطقة في الهضاب يعني البناية اللي تكون يعني الأرضية مستطحة ماشي كما اللي راح يبني في الجبل اللي يكون فيه في الصحراء ما يكونش البناكين أخصائيين اللي راح يدرسوه إذا أنا متكلم بمنطق بمنطق يعني توجه الدولة يعني في تحفيز يعني سكان تلك المناطق باش نعودوا الرجعوا المناطق الريفية تعود ترجع يعني الأسلوب هذيك الفلاحة سواء كانت صغيرة اللي ينتجوا البصل البطاطا الأرز النحل كل كل حبوب ومشتقات كل منطقة ولها خصوصيتها رايحتوا في واحد ازدهار كبير لأنه كان عندهم مساحات شاسعة ذو كفلاحين وكبار أنه نهضر على المناطق الصغيرة اللي تقدر تنتج في فصل الصيف الفلفل والطماطن وفي فصل الشتاء عندهم الثوم والبصل وتزدهر الأسواق يعني المجاورة في كل مشاتل يعني كنقولوا منطقة ريفية بأتم معنى الكلمة هذه هي اللي رانيان دير إذا حابين نوصلوا هذه العائلات الريفية الصغيرة وتعود ترجع يعني تنتج فيما قبل نوفروا لها الشروط لما لا يعني نعود نخموا في الإعانة هذه ونعطيه لهم بشكل آخر يعني يعني هذه يعني نيتي لأنه الإنسان اللي توفر فيه شروط تحت 12 أو تساوي 12 مليون ما يتجوز والله يكون بطال أيضا من المشتحيل أنه سبعين مليون راح تتفيه بالغرض والله أعلم يعني في نظري أنا راني نشوف هذه المعايير يعني يقدر يشتهدوا فيها المختصين أكثر مني يعني ملف السكن الريفي لازم يحاولوا يسيغوه المتطلبات الجديدة لأنه كل شيء ارتفع هذه هي يعني النقطة الأساسية نعم واليوم أيضا أستاذ كما ذكرنا منذ قليل اليوم الدولة الجزائرية تولي كل الاهتمام للسكن الريفي وذرى السكن الريفي مستقبلا أفضل من ما هو عليه اليوم نعم إذن أستاذ أعود إليك نتحدث على نقطة أخرى هل السكن الريفي منتشر أكثر في ولاية الشمال أم الجنوب أم الهضابة العليا؟ وصراحة نعم السكن الريفي منتشر في كل ولايات من الجزائر لأنه السكان متوجدين في كل في كل الولايات ضاير احتى القانون أعطى أفضلية لبعض الولايات للجنوب عشر و تسعة ولا عشر و مل engagement الإعانة ستصل حاليا 20 ولاية الولايات الجديدة حسبناها BECKYN إعانة تصل kepada치보 إعانا إلى 200 مليون 300 مليون كائن طالب كبير إلى ولائات الساحلية السكن الريفي في كل ولايات الجزائرية نعم شكرا جزيلا لك أستاذ أيضا إذا سمحت لي مقبل بيعجالة بيعجالة نحن نتكلم عن الساكن نحليفي فيه مشكل يعني هذا نداء لسلطات الجزائرية فيه مشكل والزاميل يصير ما عندهم نفس المشكل في البلدية المشكلة سكان إحواش سكان إحواش اليوم ما عندهم شيء قاعد حل لازم لازم نطلب من من سلطات لتعال لدولة الجزائرية لكي يصيبوا حل لهذه الفئة من السكان إن شاء الله واليوم السلطات الجزائرية تعمل على قدم وساق لأجل حل كل هذه المشاكل وأصحاب الأحواش أيضا يصبحون لديهم كل الحرية والإمكانيات مثل باقي السكان وخاصة كما رأنا نتكلم اليوم على السكن الريفي هذا الشيء الدعم أو رفع قيمة الإعانة فهذا شيء محفز جدا لكل السكان وهذا جميل جدا أساتذة إذن مشاهدنا الكرام أدعوكم وأدعو ضيوفي في البرنامج معا لمتابعة ركن استشارات عقارية مع الزميلة نور الهودة خطار لكن بعد الفاصل مساء الخير نور الهودة مساء الخير زهرة أكيد نور الهودة كما عاوتنا دائما من خلال ركن استشارات عقارية لديك الكثير من الأسئلة خاصة فيما يتعلق بموضوع سكن الريفي أكيد زهرة أحمل مجموعة أسئلة وصلتنا مع المواطنين وفي البداية نرحب بضيفين كريمين اللي رأم تواجدين معنا والسؤال أول موجه إلى الأستاذ بلعشاشي وهناك رسالة من المواطن يقول كم هي المساحة القصوى التي يمكن الاستفادة منها في بناء السكن الريفي المساحة القصوى هي نورمال مئة متر القانون من بنتسعين حتى المئة هذه المساحة التي يمكن استغلالها شكرا أستاذ أستاذ خالد عبدالرزاق هناك رسالة أيضا من المواطن يقول لك هل يجب أن تتوفر الشرط أن الشخص يكون عامل ولديه الدخل الشهري أم يمكن لغير الأجراء أن يسجلوا في هذه السيرة والاستفادة منها طب هل قانون واضح يكون عامل فقط يتوفر فيه شرط أساسي أنه يتجوش الأجر التاعه 120 ألف دينار جزائري سواء كان عامل أو كان عامل عند نفسه المهم يجب أن تتوفر فيه تلك الشرط الأساسي وأنه يتجوش مبلغ 120 ألف دينار لحددها القانون وهو 6 مرات من الأجر القاعدي الأدنى هنا أستاذ نقول أن الغير الأجراء لا يمكنهم الاستفادة إلا إمكانوا ينتسبون إلى ضمن الاجتماعي بطبيعة الحال شكرا أستاذ بلعشاشي هناك رسالة أخرى من مواطن يقول لديه سجل تجاري لديه محل هل يمكنه التسجيل في هذه الصيغة لازم يكون لازم يكون ساكن في الريف لازم يكون إذا كان المحل في الريف أستاذ سجل تجاري في الريف نقطة أساسية إذا سمحت للأخ والأخت باش من تقول هذه النقطة مهمة جدا تثير نفسها يعني سكان الريف يعني يعني من العجائب يعني نعتدر من المشاهد الكريم والله ليكونوا ساكنين يعني كيفاش أنا نسكن في الريف يعني معظم سكان الريف يروح يشري لحليب تحشكاير والله لحال من المدينة يروح يشري سمحولي يعني البيض من المدينة وفي الريف يعني يعني مغالطة يعني اللي راني نشوفها بكثرة كما هذا السؤال عنده محل تجاري محل تجاري في طبيعة الحال راح يكون في منطقة عمرانية تعجب بالزكار يعني يعني لازم تكون عندنا ثقافة يعني من خلالها يملك قطعة أرضية أستاذ سمح لي نعم قطعة أرضية يعني يملك قطعة أرضية في الريف يمكنه أن هنا يسأل هل يمكن له أن لا يتأثر بالسجل نعود نرجع للخمس نقاط أساسية التي اذكرهم القانون لما يتوفروا فيه لازم يكون يعني قاطن لتلك المنطقة مدة لا تقلع الخمس سنوات الأجر ما يتوز خمس مرات لحد الأدنى للأجور ولا ما يكون يمتلك يعني شقة أرض أخرى قابلة للبناء وهذا هي شروط يتبع الخمس شروط تتوفر فيه هذه الخمس شروط ويقدر يدخلهم ممكانين موجودين في الرابط وزارة السكن ويدخل لباردوتي سكن ريفي يلقاهم موجودين معروفين يعني السكن الفردي في عرف كامل شروط بما أن أنت حدث عن الشروط هل إقامة لازم تكون هناك إقامة مدة زمنية معينة من أجل الحصول عليها لازم يكون ساكن خمس سنين وأكثر والله عنده استغلال استغل في تلك الأرض واش حب يقول بالاستغلال تلك الأرض يعني عنده أرض يستغلها عنده مثلا سمحوا لي نتكلم بالدرجة باش يفهمون المشاهد قاراج تعجاج عنده يعني ربي الأبقار ربي الماعز ربي يعني والنحل يكون يجيل تلك القطعة بالتنوب كل يوم كل أسبوع يزور يعني يستغلها بكلمة بسيطة تكون عنده علاقة مع الريف مع الريف نعم شكرا شكرا أستاذ أستاذ هناك أيضا رسالة من شخص يسأل فيها هل يمكنه أن يبني أكثر من طابق من هذه الإعانة التي يحصل بها يقول لك أنا نبني الهيكل فقط خصوصا أنه هناك لجنة تخرج وتشوف هل أنه أكمل شطر الأول بعد ذلك شطر ثاني هذا الشخص قال لك لا نريد أن أستغلها أني نبني طابقين هذاك المبلغ المالي ليمده لي أنه ما يكملش نعم هذا 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 الشخص والله الأخ الفاضل اللي طرح لك السؤال يعني نعود نذكروه بالمبلغ الإعانة رح ما يتجاوز 70 مليون إذا كان عنده نية باش يبني طابقين أولا يعني لازم يحترم دفتر الشروط اللي ما يسمحلوش يعني كاين يعني العمران جمالية المنظر اللي راه يعني حاليا عنده دفتر شروط ما يقدرش يخرج عليه هذي أولا وعنده رخصة بناء أيضا ما يقدرش يعني ما تسمحلوش الأمور ولكن أنا رايح نقول أخي الفاضل إذا عندك الأموال هذه يا أخي العزيز أنت مراكش بحاجة إلى إعانة مالية مالية سبعين مليون ما رايحش تدير له وشراه وشراه إذا دار يخرج من الأرضية ويدير الأعميدة خلونا سأسات إذا نطلح لكم سؤال بطريقة أخرى هؤلاء أشخاص يقول أنه بني فوق دارنا أنه تلقى الأبتع ومبني بني وهل يمكن أنه يزيد طابق فوق منزلهم العائلين رخصة البناة ما تسمحلوش يا أختي مامك روح يحاول لأن يعني لبلك ينعقد بين الدولة وبينك وأن أنك مضيتي عليه لأن إذا راح تغير كل واحد يبني أرب ومبعد يزيد يجي الأخ يبني فوق وطروة زمي طاج يصبح ما هو شريف نصبح هو كأننا في مدينة وإحنا ما نقدر حتى يسمح أستاذ حتى الشروط الشرط الشرط الأساسي لازم تكون عندك قطعة أرض قطعة أرض قانون لا يسمح لك لك طيب أستاذ بما أننا تحدثنا عن رخصة البناء هناك رسالة يقول لك هل يمكنني أن أبشر البناء بأموالي قبل أن أحصل على الشطر الأول لأنني تحصلت على رخصة البناء ربما يقدر يبشر الاسم كيف يقول الإعانة بصح راح يكون له إشكال لكن كان نجلة متابعة كان متابعة هو وعلش أنت قلت يقدر لأنه أنا نعرف للمبلغ تسبع المليون ما راح يدير له قاعد الأشغال لطلبهم البناء يقدر يبشر الأشغال بدر أهمه حتى الوقت يلحق لتلحق الإعانة أصلا لازم يبدأ لأنه فيه شرط قانوني سمحوني لما قال أستاذ أنه يبشر الأعمال لغاية ما يتوز يتحصل على الإعانة هل هنا يستطيع من الناحية القانونية أم لا يستطيع لأنه هنا كلجنة أنا يعني على حسب والإشكال كامل هذه الإعانة راح تتمد الشخص يكون محتاج إذا كان الشخص بدأ يبشر الأشغال وعنده لعله وعسى راح بل أنا ما نقدرش نظلم ناس بل كان شخص يعني يعرف مقاول يبدال ولا يعرف ماسون يقدر يبدال الأشغال إلى حالة ولا وصول الأموال ولكن كي نقطة أساسية أخرى لما تغضوش عليها من خلال منح الشطر الأول ما يقدرش يفوت ستين يوم لحددها القانون وإلا يعني يصبح الشخص هذا يعني خارج على نقطة أساسية اللي هي أثناء يعني المنح تلك الشطر الأول إعانة أنا في اعتقادي يعني كيكون مصالح البلدية والتقنية ويكون هو يعني صاحب ريف ذات أخرط يقدر يبنى في الخرسانة يعني الأرضية إلى غاية وصول يعني تلك الإعانة ما في حتى إشكال لأنه راح يحترم دفتر الشروط وما راح يخالف أي بند من البنوت فقط كي توصل يعني رتعه يخدمها 400 مليون داخل كما يقدر يخدمها بمياك كما معظم الإعانات اللي راهم يسكنوها للأسف الشديد من الإسمنت وما تكفيش حتى يعني المستلزمات يعني نعم هو شرط ثاني شرط يقدر يبني حتى وتجي الإعانة وما عندوش رخصة البناء ما يقدرش يبني صافي الشرط الأول والأساسي هو رخصة البناء كسؤال أخير فقط أستاذ هل يمكن تنازل عن سكان البناء الريفي تنازل الأشخاص آخرين العام العائلة يقدر يتنازل لأن الأرض ملكه وبناء هو الإعانة شكرا لكم أستيدة على كل هذه المعلومات القيمة التي قدمتمها لنا بهذا ظهر نكون أجبنا على أغلب الأسئلة ليصلتنا مع المواطنين لهذا الأسبوع نعم نور الهودة شكرا جزيلا لك وشكرا جزيلا للأساتذة على الإجابة قبل الختام الآن أشكر الأستاذ بالعشاشي حميد نائب رئيس بلدية ترويبة سابقا أستاذ شكرا جزيلا لك على كل ما قدمته لنا في هذا البرنامج شكرا لكم مرة الأخرى برك الله فيكم على الاستضافة أعطيكم صحة شكرا لك مرة ثانية على تلبية الدعوة إذن أستاذ أيضا خالد عبد الرزاق نائب رئيس بلدية بن عكلون شكرا جزيلا لك على تواجدك معنا في البرنامج وعلى أيضا كل هذه المعلومات التي قدمتها فيما يتعلق بالسكن الريفي العفو أختي زهرة شكرا موصول لكم كل التقنيين وعمال قناتكم المحترمة شكرا لك مرة أيضا نعم شكرا لك مرة ثانية أستاذ نور الهودة شكرا لك مرة ثانية عفو زهرة شكرا لك أيضا العفو إذن مشاهدين الكرام الآن وصلنا إلى ختام البرنامج ولكن قبل الختام أشكر كل الفريق التقني العامل معنا من خلال هذا البرنامج وأشكركم أنتم أيضا متتبعي قناة الوطنية وأيضا كما عودناكم لكل اهتماماتكم واستفاة ساراتكم وانشغالاتكم مع عليكم سوى الاتصال بنا عبر الرقم الظاهر أسفل الشاشة وهو 055-73-67-51 ونحن في خدمتكم والآن أقول لكم دمت في راعة الله وحفظه والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر